المثال الثاني على نهاية الدوال المثلثية النهاية اللي قدامنا دي أول خطوة بعملها يا شباب إن أنا بعود تعويض مباشر صين الـ x بصفر يبقى الكل تربيع على الصفر مضروف في تان 4 في صفر يبقى البسطة يبقى بصفر والمقام بصفر اللي احنا قلنا عليها كمية غير معينة حاول أستخدم اللي أنا في إيدي اللي في إيدي اللي هو نهاية الدوال المثلثية عند الصفر والنظرية اللي هي صين x على x لما الـ x تقول الصفر بواحد والخواص بتاعتها فنبصت كده مع بعض ألاقي إن الصين تربيع ممكن أخليها صين 2x في صين 2x طب x في تان هنخليها x في x في تان x على x فالـ x دي هتروح مع الـ x دي وخلاص طيب وأعمل إيه بقى ده أجيب نهايته لحاله وده نهايته لحاله واللي تحت وبالتالي هيتساوي إيه بقى هيتساويج Limit صين 2x على x في Limit صين 2x هنا 2x هنا 2 على x لما الـ x تقول للصفر لما الـ x تقول للصفر وهنا Limit 1 على 2x لا تان اكس تان ايه؟ 4x 4x على x الكلام ده هيساوي طبعا لما الـ x تقول للصفر ده قلتلكم معامل الزاوية اللي هي 2 على 1 في 2 على 1 في 1 على 4 على 1 يبقى الكلام ده بـ 2 في 2 على 4 ده يروح مع ده في النتيجة خلص هيساوي كام 1 يبقى الدالة اللي فوق دي نهايتها بتساوي 1 لما الـ x تقول للصفر طيب 1 ناقس كوزين على x اول خطوة بعملها ان انا بقول 1 ناقس كوزين 0 على 0 اللي هيتساوي 1 ناقس 1 على صفر اللي هي تساوي 0 على صفر قلنا لكم اللي هي كمية غير مؤين طيب هعمل ايه؟ انا هنا ما عنديش غير صين x على x لكن كوزين x على x دي يجيبها ازاي أو 1 ناقس كوزين x يجيبها ازاي فانا جات لفكرة ايه هي بقى؟ ان انا هنا عندي 1 ناقس كوزين x على x هضربها في 1 زائد كوزاين X على 1 زائد كوزاين X لما اضرب في المقدار واقسم عليه أكيدني ما عملتش حاجة لكن في الحقيقة أنا عملت حاجة كبيرة قوي إيه يا بقى إنه لما اضرب القوس ده في القوس ده ناتج الضرب في الآخر هيساوي 1 ناقص كوزاين تربيع X وتحت لما اضرب ده في القوس ده هيديني X افتح قوس 1 زائد كوزاين X هتساوي أنا أعرف كويس قوي إن 1 ناقص كوزاين تربيع أقدر أشيلها وحط مكانها ساين تربيع X على X في 1 زائد كوزاين X كويس كده نيش أقدر أعمل إيه تاني بقى أخلي ده limit الساين تربيع X أخليها ساين X في ساين X على هنا X وهنا 1 زائد كوزاين X لما X تقول لك للصفر هوزع النهاية هتبقى limit ساين X على X لما X تقول لصفر مضروة فيه limit ساين X على 1 زائد كوزاين X لما X تقول لصفر ده بواحد في ده هعوض هتبقى ساين صفر على 1 زائد كوزاين صفر هتساوي 1 فيه ساين صفر بصفر على 1 زائد 1 هتساوي لما أضرب ده في البسط يديني صفر على 2 وصفر عليها حاجة بكام بصفر يبقى ده لها نهاية وتساوي صفر عنده X تقول للصفر ناخد آخر مثال X في ساين X على 1 ناقص كوزاين X لو جيت عوض تعود مباشر اللي هي الخطوة اللي اتفقنا عليها هتبقى صفر في ساين صفر على 1 ناقص كوزاين صفر كوزاين صفر بصفر يبقى صفر بصفر بصفر 1 ناقص 1 يبقى تساوي صفر على صفر كمية غير معينة هاخد نفس الفكرة اللي حلت بها المثال اللي فات واقول X في ساين X على 1 ناقص كوزاين X اضربها في 1 زائد كوزاين X على 1 زائد كوزاين X لما X تقول للصفر الكلام ده هيساوي المت البصد هيبقى X في ساين X في 1 زائد كوزاين X تبقى المقام المقام هيبقى الأول تربية ناقص التانية تربية لما X تقول للصفر هيساوي المت X في ساين X في 1 زائد كوزاين X على 1 ناقص كوزاين تربية بساين تربية X الساين تربية X هكتبها ساين X في ساين X وتبقى الساين X تروح مع الساين X يبقى يتفضل لك المت X على ساين X في limit 1 زائد كوزاين X لما عوض عن X بصفر هيبقى ده بكام بواحد طيب لما عوض هنا عن X بصفر هيبقى 1 زائد كوزاين صفر لها 1 فيبقى 1 الدلالة اللي لها نهاية عند الصفر وبتساوي كامل النهاية بتساوي 2 موسيقى